السيقان المقوسة قبل ما نتكلم عن السيقان المقوسة فيه حاجة اسمها التقوص الطبيعي كل الناس اللي عندهم أطفال في بداية الوقوف زي ما قلنا وبداية المشي هتلاحظوا ان فيه سنة كده تقوص شوية بيكون التقوص ده حتى ليه الخارج شايفين انا بعمل إداية ازاي دي بتبقى الرجلين بقى بتاعة الطفل وهنا بالمناسبة بقى المقارنة مع أطفال تانين بتكون مفيدة مش انتوا بتسمعوني دايما نقولكو ممنوع المقارنة ممنوع المقارنة لا هنا بقى المقارنة مفيدة ليه لما تلاقي ابنك أو بنتك عندهم لما تلاقوا يعني عندهم التقوص ده بصوا الأطفال تانين في نفس العمر هتلاقوا معظمهم عندهم الحكاية دي فده اسم التقوص الطبيعي ده بيكون سببه سبب حدوثه هقولكو مثل يعني احنا لما بنيجي نشيل شنطة مثلا أو نشيجي نشيل حاجة تقيلة من الأرض خلاص بنلاقي نفسنا وإحنا بنشيل بتلاقي نفسنا كده ايه تروح رجباتنا الركب بتاعتنا أو الفخات بتاعتنا تروح عاملة كده عشان نعرف نشيل تمام الطفل بيعمل كده برضو عشان يشيل جسمه فالتقوص الطبيعي ده موجود خلاص لكن علامات القلق بقى يعني ان احنا نقلق بقى امتى لما يكون التقوص شديد يكون واضح جدا يعني واضح قوي يعني مش بقى التقوص اللي هو السنة الطبيعية دي ايه تاني امتى نقلق لو كان التقوص ده في نحية واحدة مش في نحيتين الرجلين امتى نقلق لو زاد التقوص بعد نهاية السنة التانية الله اشمعنا السنة التانية لانه عادة بعد السنة التانية التقوص الطبيعي ده بيبتدي يعدل حتى الناس برضو اهالينا الكبار الحلقة النهاردة كلها كده مهدى لخبراتهم يقولوا ايه الطفل لما يفرد طول في حاجات كتيرة او بتتعدل لما يفرد طول يعني اول ما بيتطول شوية تلاقي التقوص ده ابتدى يتعدل فلو حصل ان التقوص ده زاد بعد السنة التانية لا يبقى هنا في حاجة بقى مرضية او اذا تغير اتجاه الركبتين خلوا بالكم ان الركب بقى نفسها ابتدت هي كمان تبتدي تبص البر لا يبقى هنا فيه ان في الموضوع لازم بقى نهتم جدا بالامر خلاص خدتوا بالكم انا عمال اقول لكم علامات الالاء اهو واذا لاحصنا القصر غير المعتاد للطفل يعني الطفل بالنسبة لعمره وصير شوية خلاص ده السيقان المقوسة في حال وجودها او في حال ان احنا لاحزنا السيقان المقوسة بقى بالدرجة او الاصابات المرضية بنروح للدكتور على طول وزي ما اتفقنا العلاج بقى بياخد اشكال تانية خالص هنتكلم عنها في حلقات قادمة وهيكون معنا كمان اسات زد جراحة عزام ان شاء الله